في الوقت الذي تتجنب فيه القيادات المخضرمة في المجلس الأعلى الحديث عن الانشققات واختلاف الرؤى يتحدث الشباب بأريحية عن ذلك ويعلنون أن البقاء على ما كان عليه هذا التنظيم السياسي الذي شكل عام 1982 في إيران لمقاراعة النظام السابق يمثل انتحارا سياسيا ولا بد من فريق جديد ودماء جديدة لها القدرة على المواصلة وفي الأيام القليلة المقبلة سيعلن عمار الحكيم عن تشكيله السياسي الجديد السيد الحكيم بالنتيجة وفريقه الجديد أيضا لديه رؤية جديدة ولديه آليات جديدة أن نبقى بآليات السنوات السابقة هذا أعتقد بدون تجديد بدون نمو بدون نضوج هذا سيكون انتحار سياسي لذلك الآلاف بايعت السيد الحكيم على رؤيته في الأيام السابقة وعلى إجراءاته وستعلن بشكل واضح وصريح لأبناء الشعب العراقي بغضون الأيام القادمة بعض نواب كتلة المواطن أشاروا إلى وجود مساعى لإرجاع قيادات المجلس الأعلى التي سلخت عنه في الشهور الماضية والعمل على رؤية توفيقية بينها وبين الشباب وتأتي هذه المساعي في وقت أعنى نفي عادل عبد المهدي على صفحته الشخصية في الفيسبوك ونشرها في إحدى الصحف المحلية انسحابه من العمل السياسي والتفرغ لبعض الأنشطة النافعة وهي إشارة تحمل في طياتها الكثير من المواقف على ما يجري داخل المجلس الأعلى الصقور الموجودة الآن والقادة الموجودين أنا أملي كبير بأنه يرجعون وتتساوى الأمور وإن شاء الله قريباً أكون مسعى كبير يعني أن ترجع إلى قياداتها وإلى مسؤولياتها وأن يعيش المخضرمين والشباب إن شاء الله معاً من أجل خدمة العراق فيما أشار بعض القيادات الشابة في اتلاف المواطن إن الانفصال لا يعني العداوة بين تلك القيادات فهناك انفصال قد حصل من قبل منظمة بدر جرى بسلاسة والعمل السياسي متغير ومتحرك ويجب مجاراته بزج دماء جديدة قادرة على تلبية متطلبات الجماهير هناك عملية انفصال سابقة لمنظمة بدر وكانت بصراحة نموذج ومثال يقتدى به ويجب أن يدرس عملية انفصال وبقة العلاقة وبقة حالة التواصل والحالة التكاملية داخل أبناء تيار شهيد المحراب عملية زج الشباب في المعترك السياسي هو امتداد طبيعي للحياة الشباب هم الحياة ولا بد لأي عمل ولأي مشروع ولأي كيان أن يستمر بالحياة يجب أن تكون هناك عملية ضخ دماء جديدة من بغداد وليد الشيخ الحرة